ترجمة نانسي قنقر مملكة البحرين في هذا المجال هو نجاح ليس آني ولكنه مضطرد وبني على أسس منذ مدة طويلة يعني شفتي معرض المجوهرات نسخة طويلة جدا يعني تكلمنا عنها في مناسبات عديدة وتطور معرض المجوهرات بشكل كبير إلى استخطاب العديد من المصنعين وأيضا التجار والعملاء اللي يشترون فبدأ يستقطب الكثير من أهل المنطقة في دول الخليج العربي فكل سنة له نجاح أكبر لأنه صلى سمعة موجودة في كل المنطقة المحيطة فينا فإذا معرض المجوهرات صار له بصمة موجودة في مملكة البحرين ويزداد عاما بعد عام في هذه العمليات الشرائية والأغروض والمصنعين كل هذا كان موجود بنجاح لمدة طويلة لو تكلمنا عن معرض المجوهرات فهو معرض يكون مرة في السنة يستقطب هذا اللي تكلمنا عليه وهو أيضا يكرر سنة وراء سنة ولكن أيضا هناك كان معرض الآخر اللي هو سينسكيب العقاري هذا المعرض لا يعني نتكلم عنه أنه صار في السنة مثلا أو السنة القادمة أو اللي عقوبها ولكن هو متواصل ليش لأنه يعرض مشاريع عقارية موجودة في مملكة البحرين موجودة حصلت أو ستحصل بشريع طبعا يتفق عليها الآن مستثمرين من دول عديدة من العالم تدخل ليش لأن البحرين والحمد لله بفضل قيادتنا الرشيدة بحرين بلد مستقر اقتصاديا وسياسيا والحمد لله ولكن أيضا هذا يعطي مجال إلا أن الاستثمار ينمو في مملكة البحرين هذا الاستقرار وهذا النمو أيضا في كل المجالات الأخرى ولكن مجال العقار هو واحد من المجالات المهمة جدا في الاستثمار مثل البورصة مثل الأسواق الأخرى كل هذه المجالات مهمة جدا لتطور المملكة تطور الاقتصاد فيها اليوم نظرتي من 20 سنة بس إلى المملكة والعقار فيها ونظرتي اليوم إلى المشاريع الموجودة وكثرت هذه المشاريع إذا كانت في اتجاه المحرق مثلا أو اتجاه البنامة أو كذا شوف الكميات هذه ليست جاءت من فراغ الرقم خير شاهد ودليل بحجم المبيعات التي تجاوزت 240 مليون تقريبا 240 إلى 80 مليون نعم وكذلك بالنسبة ارتفعت إلى 140% عن النسخة السابقة لمعرض سيتسكيب يعني كيف تقرأ هذا المؤشر هذا الرقم؟ هذا اللي نتكلم عنه التطور الاضطراضي التطور اللي بتشوفه كل سنة يعني الآن لو نظرنا إلى المشاريع الموجودة في العام الماضي أو اللي قبلها بعد هذه المشاريع هل تمت أو لم تتم هل مشت حسب المواعيد المقرر لها أم لا نقدر نقول أن 99% مشت في الاتجاه السليم التطورات والناس سكنت في مشاريعها أو استثمرت فيها وكانت المواعيد صحيحة الأسعار مضبوطة ارتفاع الأسعار أو انخفاض الأسعار هو العادي والذي يعني يثبت أن الاقتصاد في ثبات وفي نمو هنا نجد أن هذا يجلب مستثمرين آخرين إلى الاستثمار في هذا المجال وفي مجال العقار لأن هذا المجال في البحرين مجال ممتاز مجال ثابت ينمو بشكل مضطرد بشكل معين النمو فيه أعتقد يعني تجاوز الأربعة إلى سبعة في المائة وهذا ليحتاج المستثمر إقامة هذا المعارض أستاذ يعني في مملكة البحرين هذه المعارض التجارية الكبرى كافة تنعكس على الاقتصاد الوطني يعني بشكل يتماشى أيضا مع الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030 شوف لو نظرنا مثلا معرض المجوهرات ينعكس فقط على المجوهرات والعطور وتجارها أم غيرها طبعا ينعكس على الاقتصاد المحلي ككل ليش؟ لأن اللي جاي يشتري مجوهرات أو يطلع على المعارض أو كذا سيأكل في المطاعم ويسكن في الفنادق ويستأجر السيارة وفينعكس على قطاعات كثيرة ومختلفة في البلاد أي معرض ناجح في هذا الشكل يسمع عنه أو يسمع عنه في الخارج ويأتيه الزوار ينعكس إيجابيا على قطاعات مختلفة يعني حتى اللي تكلمنا عليهم هذه القطاعات في قطاعات أخرى تحتها تستفيد منها بعد يعني مو بس المجوهرات اللي بتستفيد قطاعات عديدة التكسي يستفيد الفنادق تستفيد البطاعم تستفيد كل هذا يستفيد فهذا الإنعكاس إيجابي على مجمل الاقتصاد في المملكة بالتالي لو نظرنا إلى المعرض الآخر معرض العقار زين من اللي بيستفيد هنا جميع القطاعات تستفيد لأنه اللي بيشتري شقة أو فيلا أو كذا احنا ما نتكلم عن المشاريع الحكومية نتكلم عن مشاريع القطاع الخاص اللي تقوم فيها شركات وبلوك ومؤسسات القطاع الخاص من يستفيد من هذا كله يستفيد معظم القطاعات لأنه اللي أولا أنا أقول لقصة أنا عندي أصدقاء يسكنون في أوروبا في واحدة من أجمل بقاء أوروبا وأنا أتكلم بصدق من شهرين كانوا في البحرين واشتروا شقة في البحرين اشتروا واحدة بالمشاريع لأنه حسوا بالاستقرار حسوا بالهدوء بأشياء كثيرة لا يحسوها في أماكن أخرى فقال نشتري هنا من قاعد هنا على الأقل لو قضينا ستة شهور هذا شبين عكس على منه على كل القطاعات الموجودة لك زد المستثمرين زد الزوار اللي بيسكنون عندنا أو بيستثمروا في هذه القطاعات وأيضا الإنسان البحريني أو الإنسان المقيم في البحرين بعد عند الحين مجالات أخرى مجالات كبيرة للاستثمار وأيضا لتنوع السكن نعم بلا شك الخبير الاقتصادي والاستثماري الأستاذ أسامة معين شكرا جزيلا على وجودك شكرا لكم شكرا جزيلا شكراав شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا